اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيت مصري يستقبل هذه القضية عندما تقول لهم ان بنتكم عندها تكاوس مبايد بحالة من الهلع الشديد جدا وربما يتبع هذا الهلع الاعتقاد الجازم بان هناك مشاكل في الانجاب قد تصل الى محارة تأخر انجاب كامل يعني وبيت مصري اخر يتعامل مع هذه الاخبارية بنتكم عندها تكاوس مبايد بشكل من يعني نقدر نقول الهدوء المبالغ فيه او نقدر نقول بنت قسين اللامبالاء ماذا في حدوث تكاوس مبايد للبنت بنت خليتها كان عندها تكاوس مبايد وعندها اولاد عديدة كيف ترى رد فعل البيتين رد فعل البيتين ده لازم نحتلمه جدا لانه طريقة التفكير لازم تكون توضع في الاعتبار لانه الموضوع اللي احنا بتكلم عنه النهاردة موضوع شائك لا يكاد يخلو بيت مصري او في الوطن العربي بصفة عامة من انه احد افراده يكون عنده تكاوس على المبايدين كلام حدوث مظبوط جدا جدا وكلا البيتين يعني عندهم حق في اللي هم بيعتقدوه لان انت النهاردة ما نيجي نمشي دوقتي مع المرض ونتعرف على طبيعته هتلاقي انه ده حاجة غريبة جدا يعني في بعض وحنا حتى بندرسه في كل الطب مرة يقول لك ايه ده اوفيرين ديس اردر ومرة يقول لك ده سندروم ده متلازمة ومرة يقول لك ده طبيعة للمبيت فهو الناس كلها مختلفة على المرض نفسه فتخيل العلماء نفسهم مختلفين على هذا المرض تب تخيل احنا الناس العادية هتفكر فيه ازاي خطورة هذا الموضوع يعني عايز اقول لك ان احنا من سنة 1935 والموضوع تطرح يعني انت كان في 8 سنة محدش عارف اسباب هذا المرض حتى ازيل اللحظة وعشان كده بيجي اللابس في الموضوع هو ايه الصح وايه الخطأ ايه اعراضه ايه العلامات اللي انا المفروض احس بيها عشان اقول انه هذا المرض تب هو المرض ده خطير للدرجة دي اه المرض ده مهم جدا انا بسميه طبيعة للمبيت ده دكتور ايمان يعني مش عايز اقول كلمة مرض لانه الست بتتولد بيه البنت بتتولد بيه بس هو ممكن يكتشف وقت البلوغ وعشان كده في بعض الناس اما يحصل بلوغ للبنت اللي عندهم بعض البيوت زي ما حدك قلت اه المرض ده بيصاحبوا مثلا زهور شعر في اماكن غير مرغوفية مش معتاد وجودها للبنت ممكن يصاحبوا زيادة في الوزن ممكن يصاحبوا لغبطة في الدورة الشهرية وبالتالي اي ست النهار ده متلاقي بنتها على الاعراض دي كلها هتقلق وتصاب بالهلع لانها بتقول زملتها في المدرسة بيعندها انتظام في الدورة الشهرية طبيعة الشعر اللي بتظهر ديت مش مريحها بالنسبة لبنتها فطبيعي جدا انه بنتها تصاب بالهلع وبعض البيوت بيبقى عندهم تكاسع المبيدين والاعراض بتمر خفيفة فعشان كده ممكن بيتعاملوا مع الامور بسطحية ده المقدمة بترحيك فكل الامرين صحيح عند كل البيوت طب اهمية الموضوع جاء من ايه؟ احنا احنا عايزين نقول انه تقريبا من 25% من البشر عندهم تكاسع المبيدين يعني تخيل تقريبا خمس السكان اللي موجودين على وجه الارض ممكن تلاقي عندهم تكاسع المبيدين يعني كل خمس سيدات ممكن على الاقل تلاقي واحدة عندها تكاسع المبيدين تخيل انه مسؤول عن 30% من حالات تأخر الحمل والنقطة دي مهمة جدا لازم نبرزها في بداية الكرام ليس مسؤول عن كل تأخر الحمل يعني في بعض السيدات من الممكن ان تعاني من اثار تكاسع المبيدين ويكون معنداش تأخر حمل في بعض السيدات كتير جدا ممكن يحصلهم حمل طبيعي في وجه تكاسع المبيدين هذا المرض مسؤول تقريبا عن 80% لو انا جبت ستات النهاردة عندها تكاسع المبيدين والستات دي تحت بند الاجهاد 80% من حالات الاجهاد المتكرر هتلاقي عندها تكاسع المبيدين وده حاجة مهمة جدا لابد ان توضع في الاعتبار واحنا بنتحدث عن الاجهاد المتكرر 30% من الناس اللي عندهم مشاكل في الدورة الشهرية سواء انعدام تام في الدورة الشهرية او قلة في نزول دم الدورة او لغبطة في الدورة الشهرية هتلاقي عندهم تكاسع المبيدين تقريبا يعني الموضوع من اهميته انه يشغل بال كثير جدا من الستات اللي بتفرج عليها النهاردة فعشان كده احنا حطينه يعني افردنا له كذا حلقة في هذا الوقت يعني لانه زي ما قلت الحداقة والموضوع لا يقتصر على الستات المتزوجة وعلاقة تكاسع المبيدين بتأخر حمل ولكن لا هو بنت النهاردة اللي هي عندها 18 سنة او 16 سنة ويبتصل الى سين البلو وعندها لغبطة في الدورة الشهرية تستشيل مين؟ فيعني دي صورة مهمة جدا اللي احنا شايفينها ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنشخص بها تكاسع المبيدين ده المبيد اللي قدامنا هتلاقي دكتور ايمان فيه كرات سودة كده على اطراف المبيد ده اللي احنا بنشوفه بالسطنور بنقول اسمه تكاييس المبيدين وهتلاقي كده اللي هي الهتة اللي في النص ده السترومة بتاعت الاوري او بتاعت المبيد هتلاقي داكنة شوي او غمق شوي ده الصورة اللي احنا بنشوفها في تكاوس المبادين وعشان كده يمكن تكاوس المبادين المبادين يتشخصه يعني في بعض الناس أو يعني حتى القشري يعني سهد 2004 وأبديتت على 2010 وهكذا بتقول إن احنا لازم نجد على الأقل علامتين عشان نقدر نشخص من أصل ثلاثة في تكاوس المبادين أحد هذه العلامات مميزة جداً على الفكرة في السنار مجرد ما بتضع هذا السنار وعلى الفكرة حتى تقولها تبدأ سنار مهبالي لأ ممكن نعمله عن طريق البطن ونكتشف حتى لو هي أنيسة ممكن نعملها سنار عن طريق البطن ونشوف الصورة ديها صورة مميزة جداً 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 وبتساعدنا كتير جداً على تشخيص تكاوس المبادين برضو ممكن في بعض السيدات بتعاني من عدم التبويت يعني تكاوس المبادين ده بيصاحبوا حاجة اسمها يعني مستوى الأندروجين عالي هرمون الزكورة يكون عالي في الستة عالي في الستة دي أيها بيطلع مثلاً في الشانب في الدقن في الميد لين فهي أماكن مش متعرفة عليها بالنسبة للبنت طبعاً فطبعاً ده حاجة مزاجة جداً لأي بنت فبالإضافة إلى أنه التبويت عندها مش منتظم دورة مش منتظمة التبويت غير منتظم وبالتالي لغبطة في الهرمونيات ده نفسياً كمان بيرتد بصورة سيئة جداً على الأسرة كلها والبنت أحد أفراد هذه الأسرة طب خطورة الموضوع برضو طب عدم انتظام الدورة ده دكتور أيمن لازم النهاردة بيبقى فيه ارتفاع في الهرموني الأستروجين وخاصة الأستردول رقم واحد لأنه نحن عندنا واحد واثنين وتاتة واربعة طب أما بيعلى ده بيأسر على بطنط الرحم فبتبدأ تدخن بطنط الرحم من رحمة ربنا في الدورة الشهرية المنتظمة أول 14 يوم بيبقوا عبارة عن أستروجين والا 14 يوم التانيين بيبقوا عبارة عن هرموني البروجستيرون فتأثير هرموني البروجستيرون ده بيعادل هرموني الأستروجين وبالتالي بيحصل توازن في الدورة الشهرية وبيحصل نزول الدورة الشهرية دون تأثير يسكر على بطنط الرحم في الناس اللي عندهم تكاسع المبادين بنخاف جداً من عدم انتظام الدورة لأنه مستوى الأستروجين ده بيبقى عالي جداً وبعد كده ليه دلات مش ظريفة عندنا في الطب مش عايزين نزكر بس إيه الدلالة عشان الناس بس متقدش ولكن لابد أن توضع في الاعتبار وعشان كده أهمية الموضوع مطروحة إن احنا هذه السيدات لابد أن توضع تحت انتظام الدورة الشهرية تيجي تقولك حصلها دي بنت بقى وما تتجوز بأن دولها على الدورة الشهرية لأ أنا بنصح أي سيدة النهاردة دورتك مش منتظمة تم تشخيصك إن انت عندك تكاسع المبادين لازم من انتظام الدورة الشهرية بأي وسيلة علشان نقلل يا دكتور أيمن تأثير مستوى الاستروجين على الطنط الرحم عشان في المستقبل هذه السيدة تكون أقل عرضة لإصابة بسرطنات بطنط الرحم حد زي كان برضو همية الموضوع إنه الموضوع ده مرتبط بالسمنة يعني معظم السيدات ممكن يكون بيصاحبه إنه الإنسولين ما بيكسرش حاجة اسمه هايبر إنسولين ارتفاع هرمون الإنسولين لإنه يعني المقاومة بتاع الإنسولين في الجسم زيدة جدا وبالتالي الإنسول ما بيعرفش يقصر الجلوكوز فمستوى الجلوكوز بيبدأ يعلى قوي فالستات دول أقصر عرضة لإصابة بمرض السكر فبيبدأ الجلوكوز بيتخزن في الدهون وحيث زي كده فبتدأ السيد تدخل في وزن الزيادة جدا الوزن الزيادة تدخله في مرض سكر ده رقم واحد رقم اثنين فيه موضوع همي جدا إنه كمان مرتبط بزيادة الدهون السلاسية فبيدخل على مشاكل في القلب ويدخل على مشاكل في الشرايين يبقى أنت النهاردة بتتكلم على مرض أنت معتقد أنه خاص بأمراض النساء ولكن تفرعت من هذا المرض إلى حاجات خاصة بقى فيه في القلب والشرايين والسكر وأمراض البطنة وهنا ده يعني اللي أنا قلته حالك في أبدات حالة إنه الموضوع خطير جدا جدا ولكن هو بسيط لو إحنا تعملنا معاه من البداية بجدية والتزام يعني على قد ما هي خطر وموضوع فعلا التبعات بتاعته لو زي أي حاجة دكتور أيمان أي مرض النهاردة لو أنت ما تتبعتش الخطوات بتاعته وشفت أسبابه والعلاج بتاعه وما بدأتش بمنتهى السرعة في إيجاد حلول لهذا المرض على طول هيبتد بصورة سيئة جدا وصورة سلبية على الست بصفة عامة في المستعمل الموازنة المهمة جدا بين فوائد وأضرار الأشياء هي لب وحكمة الطب الأصلية ضيف العزيز القيمة العلمية الهمة لأسود دكتور محمد إبراهيم سالم استشاري الحق للمجالي وأطفال لأنا بيبقى أخروا لنجاب بمراكز دار الطب نورتك عدتك وعبدعان نورتك أليكو دائما ما نسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة